وقع المجلس الأعلى للثقافة بروتوكول تعاون مع اتحاد المعاهد الوطنية للثقافة الأوروبية لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع دوائر الإبداع وذلك بمقر وزارة الثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة يهدف البروتوكول التعاون إلى تهيئة البيئة الممكنة للإبداع والتميز وتحقيق العدالة الثقافية ووصول المنتج الثقافي للمناطق والفئات الأكثر احتياجا بالإضافة إلى تجديع المناخ العام للإقتصاد الإبداعي في مصر وخلق فرص عمل